أهلاً بحضوركم من جديد في محاولة أيضاً للوقوف على الكثير من بعض القصور في الأداء الإعلامي لأنه شفنا استسهال في حاجات كتيرة شفنا كيل بمكيلين شفنا تصدير أزمات شفنا زرع مشاعر كراهية شفنا كتير من أوجه الحاجات السلبية لكن كمان فكرة الاستسهال في معلومات بدون ما يكون لها أي ظل من الحقيقة دي كانت نقطة مهمة جداً حبينا نكشفها لحضراتكم ببعضمة لسانه بيرستاو يا بيرستاو هذا الجناح الهجومي الرائع اللي نادل قال لتعاقد معاه من قبل ما يبدأ ومن قبل ما الناس تشوفوا كان في مرمى الجدل الإعلامي والإشاعات الحقيقة لكن الغريب جداً أنه حتى هو مصاب بشدة عضلة أو حتى بمزقف العضلة الناس بدأت تتكلم وكأنه بقية اللعيبة اللي هتشارك في مباراة الأهل الأولى أمام بطل النيجر كلهم حاجة وبرستاو حاجة ثانية خالص فانشغلت اليوم السابع غموض موقف بيرستاو من اللحاق بموقعة بطل النيجر وكده الأهل هيخسر كتير عشان بيرستاو مش هيلحق مباراة بطل النيجر الوطن النهاردة قالت موسيماني يفتش عن إصابة متولي في الآلي تاو يلحق بالبعثة في النيجر وبتأكد أن الوطن أنه مصدر في الآلي أكد لهم أن بيرستاو لعب الآلي سيكون جاهزاً ده بعكس اليوم السابع سيكون جاهزاً للسفر مع الفريق اللي راحلت النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني اللي حتقام منتصف أكتوبر بعد التخلص من الإصابة التي ضربته في الفترة الماضية في العضلة الضمة والبعثة هتسافر 11 أكتوبر يعني اليوم السابع فيه غموض أنه بيرستاو مش هيلحق مباراة بطل النيجر والوطن بيقولك لا إن شاء الله هيلحق والإصابة بيتعافى منها والحقيقة فين؟ إن بيرستاو ما ينفعش يلعب لما ضد بطل النيجر ولا في هذا الدور أصلاً لأنه مش مسجل في قائمة الأهل الأفريقية لهذا الدور بصوا لما يكون الأمور مبنية على حاجة مش موجودة أصلاً الأهل أنتوا حضراتكم عارفين أنه مسجل 33 لعب في القائمة الأفريقية خرج منها بسبب الانتقالات المحلية سبع لعيبة سعد سمير وكريم ندفد إعارة أحمد رمضان بيكهم إعارة وولتر بوليا إعارة أجيئ على قائمة الانتظار حالياً ومرون محسن ونصر ماهر انتقال دول السبع لعيبة باقي 26 لعب لهم الحق في المشاركة أمام بطل النيجر في الدور الأول الشناوي وعلى لطفي وشوبير مصطفى شوبير وحمزة علاء ورمي ربيع وياسر إبراهيم ومتولي وبنون ومحمد هاني وأيمن أشرف ومعلول ومحمود وحيد وعمر السلية وأكرم توفيه ومحمد محمود وحمد فاتحي وقاليو ديانج وقافشة وشريف وحسن الشحات وكهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب دي العناصر الشابة اللي تم التدعيم بيها الجداد بقى بيرستاو الجنوب أفريقي لويس مكسوني الموزنبيقي حسام حسن وكريم فؤاد مع عودة المعارين أحمد عبدالقادر وعمار حمدي دول هيتم قيدهم في فترة القيد الأفريقية التانية اللي هتبقى من 1 ل 31 يناير يعني العبدالقادر ولا عمار ولا مكسوني ولا بيرستاو ولا حسام حسن ولا كريم فؤاد ينفع يشاركوا في الأدوار الأولى للبطولة الأفريقية حتى 1 يناير ومع ذلك شفنا الجدل الكتير إنه فيه غموض وإنه فيه صدمة وإنه فيه زعل وبرستاو الرجل مش من حقه أصلا بس كل ده كوم وبرستاو الأهل تعاقد معاه وهو مصاب ليه ده رأيي كابتن مجد عبدالغاني نسمعه كابتن ساد عبدالحفيز بيحذر لعبي منتخب مصر اللي منضمين إنه هم يعني محدش فيهم يقرس على نفسه ولو عنده إصابة يبلغ بيها عشان ما تتفقمش الإصابة زي ما حصل مع برستاو حصل كده مع برستاو كان عنده إصابة وراح مع منتخب جنوب أفريقيا وما قال لهمش ولعب على الإصابة وتعور طيب طيب هو برستاو أما عمل كده مع منتخب جنوب أفريقيا كان قبل تعاقد النادي الآلي معاه ولا بعد تعاقد النادي الآلي معاه السؤال ده مهم أنا جاوب قبل تعاقد النادي الآلي معاه طيب لما برستاو متعور وراح المنتخب وتعور أكتر وصيب أما ليه لما جبنا برستاو وقعنا معاه ومع من ننلوش تست تست طبي زي ما العالم كله بيعمل مش فاهم أنا مش عارف الكلام ده الكلام اللي بيتقال ده ايه بصح ده جماعة الكلام ده بيكتب كده أخبار وإحنا بنقرأ وخلاص ونعدي مرور الكرام برستاو جاي متعور للنادي الآلي والنادي الآلي متعاقد مع أربع سنين وده فعله أول دفعة لسه من الأسبوعين اللي فاته في عقده وهو أصلا متعور من قبل ما ييجي وراحه وهو متعور يلعب مع منتخب بلده واتعور أكتر فبالتالي جاينا يتعاقد معنا هو متعور لا إله إلا الله محمد الرسول أنا مش عارف لجن إيه اللي بتشتغل وناس إيه اللي بتتعاقد وفلوس إيه اللي بتتدفع ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكن الله يا مصر أستاذ كابتن ماجدي سأل أسئلة مهمة قال إزاي بتتعاقد مع اللعيب وهم اتعاوروا وهو أنت اتعاقدت معاه الأول وتعاور بعد كده ولا اتعاور بعد ما اتعاقدت معاه ولكن قال أنا حجاوب أنا وقال إن عنده يبدو معلومة إنه لا ده هو اتعاور قبل ما نتعاقد معاه هو الحياة كابتن ماجدي الرجل ضرب كف بكف ولا حول ولا قوة إلا بالله وإزاي ده يحصل وهو عنده حق والله إزاي ده يحصل وإزاي خبر زي كده يتكتب ويتقري كده من غير ما حد يستوسق منه يا كابتن ماجدي علشان نستوسق منه بير ستاو تعاقد معاه النادي الأهلي وأعلن قرار تعاقد الرسم معاه على الموقع الرسمي للنادي الأهلي يوم 26 تمانية ياريت نشوف صورة خبر تعاقد الأهلي مع بير ستاو مش صورة الرجل وهو في الجيم ده تعاقد الأهلي مع بير ستاو على الموقع الرسمي للنادي الأهلي يوم كامعة كابتن ماجدي يوم 26 تمانية أنا بقولك عشان كده لازم نقول لها حوله ولا قوة إلا بالله بجد يوم 26 تمانية الأهلي أعلن رسميا عن التعاقد مع بير ستاو لأربع سنوات عمل الكشفات الطبية الكاملة سلامته كانت مية في المية لكن هو إزاي لعب مع جنوب أفريقيا وجالك مصاب هو لعب مع جنوب أفريقيا يا كابتن عشان ما أقولك الأخبار بتعدي كده ده أنت بتقول إزاي بتعروا الأخبار دي ومحدش بيركز أنا عايزك فعلا نركز مع بعض 26 أغسطس جات الأول وبعد كده جات 3 تسعة ولا 3 تسعة بتيجي قبل 26 تمانية مباراة جنوب أفريقيا الأولى مع زنبابوي كانت يوم 3 تسعة ودي العبها بالكامل والعبها بالكامل لعب كمان مباراة 6 تسعة اللي تعور فيه اللي كانت معه منتخب غانا وسجل هدف ألغاها الحاكم جالوا شد الدكتور بتاع المنتخب الجنوب أفريقيا إداله حقنة بلازمة عشان يلعب بس 26 تمانية كان هو في النادي الأهلي وبالمناسبة بقى مدام 26 تمانية تأكدنا إنها بتيجي قبل 3 تسعة و 3 تسعة بتيجي قبل 6 تسعة الحدوتة كلها الدكتور أحمد أبو عابلة كطبيب وهو المختص بعملية الكاشف الطبي وحالة بيرسي تاو نفكركم به مفيش صفقة بتدخل الأهلي غير لما بنكون واسقين تماما طبيا إن هي ممتازة وإن هي ما عنداش أي مشاكل طبية خالص بيرسي تاو يعني أنا عايز أقوله إنه هو مش إصابة مزمنة مش إصابة قديمة مش إصابة هتسيب أثار بعد كده خالص خالص نلعب بيها في الحقيقة في نقطة مهمة جدا إن كان بيرسي تاو كان هو حتى بيحكي لي الهيستوري وده اللي وصلنا برضو في الريبورت اللي جالنا من المنتخب الجنوب أفريقي إن هو كانت الشاكوة بتاعت ما كانش كبيرة قوي يعني ما كانش بيشتكي من ألم شديدة كان مع القوة برضو ما كانش فيه ألم شديدة فده اللي خلت يعني التعامل معاه كان يبقى بالصورة دي إن احنا ناخد مسكن ونقدر نلعب المباراة الأولى نزل لعب المباراة الأولى لعب تقريباً ستين دقيقة كان يعني كان كويس ما اشتكاش بعدها نزل لعب المباراة الثانية كان حوالي سبعين دقيقة كان بدأ الألم تزيد شوية بعد ما وصلنا بقى هنا بعد التوقف بتاع المنتخب بدأنا نعمل بقى إحنا الفحصات الطبية بتاعتنا بدأنا نعمل الأشعات اللي هي ما قبل اعتماد التعاقد واللي أنا عايز أقوله برضو إن بيبقى فيه شرط من شروط التعاقد إنه لا يفعل إلا بعد اكتياز الاختبار الطبي ده مهم جداً يعني وده بيدينا راحة كويسة جداً إحنا بنعمل كل حاجة وبيبقى يعني رأينا في الآخر مهم جداً جداً يعني بعد ما عملنا الفحصات بتاعته وتبين بقى طبعاً إن فيه يعني زي مزق خفيف في العضلة الضمة كان فيه بعض التجامعات البسيطة بحيث برضو إنه لاعب عليها الفترة اللي فاتت برضو اللي إحنا عايزين نقوله لعب يعني كان عنده إصابة ولعب بيها طيب هو دي إصابة تكون يعني مزمنة أو إصابة جديدة أو كلام ولا خالص خالص النهاردة لأ بدأ جاري في الملعب النهاردة كان فيه شغل بالعجلة هيبقى فيه تطور يومي طبعاً شفناه بالسونار قبل ما نيجي المعسكر وكانت أمور التأمتها العضلة ممتازة فوق الممتازة كمان يعني على غير المتوقع خالص فده إن شاء الله يخلينا حتى أسرع في البرنامج التأهيلي بتاعه ويعني أنا عايز أقولك المتوقع إن شاء الله يا رب إن شاء الله خلال إسبوعين كده ممكن نشوف أخبار كويسة ونلاقي معنا في التدريبات إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هو أهم شيء في الموضوع يعني إنه اتشف عليه طبياً قبل ما يروح يلعب في جنوب أفريقي والجهاز الطبي قال إحنا متأكدين من سلام لكن هي أي نوع الإصابة ما هو هل هي إصابة مخيفة يعني الضمة دي بتيجي زي دور البرد ما أنت ممكن يجيلك دور برد هتقول جبتوا ليه هو عنده دور برد الفكرة إن جات له شد جاله إصابة بعد ما 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 تكشف عليه طبي وتعاقت جاله إصابة لكن إصابة ما هياش الإصابة المزعجة ولا الإصابة التخوف وبإذن الله سيرجع أهم من كل ده إنه المرضوض الفاني بتاعه يكون زي ما إحنا متوقعين والحقيقة الجديدة إن الجهاز الطبي بيأكد إنه لا بير ستاو قطع شوت كبير في استعادة لياقته في شفاقه وربما بشكل زي ممكن الفيديو ده دكتور أحمد أبو عبلا كان قايله من خمس ست أيام أو الأسبوع اللي فات المدة بقت أقصر لأنه استجابته ودرجة تعافية بقت أسرع فإن شاء الله هتشوفه لعيب كبير يدعم فريق الآلب بخطورة شديدة جدا ده جانب من تدريبات بير ستاو في النادي في تنفيذ البرنامج التأهيل الخاص بيه اللي احنا أوضحنا للكابتن مجد إنه ستة وعشرين تمانية جات قبل تلاتة تسعة بشكل واضح وصريح لكن واضح إنه حتى الناس لما تكلمت إنه الكابتن سيد بيقول للعيبة اللي راحه المنتخب محدش يقرص على نفسه لو عنده أي إصابة هو شايف وعارف إنه اللعيبة في رغبتها إنه تكون مشاركة في المنتخب لو حد عنده شد أو بوادر شد ما تخبهوش لإنك هتلعب خلاص دخلنا في حالة ماز ودخلنا في درجات أصعب في الإصابة فبالتالي كل واحد يخاف على نفسه ويكون صريح مع الجهاز الطبي في درجة الجهاز هو حتى المرات يما جوم يستدعو الجهاز الفدي الطبي بتاعنا تواصل هناك وبعطلهم من التقريب ما يثبت لا ما تاخدهوش دلوقتي والناس استجابت بالفعل اشتركوا في القناة